اختتم وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب بأعماله اليوم في اجتماعات الاتحاد البرلمانية الدولي الـ 41 بعد المئة والاجتماعات الأخرى ذات الصلاة المنعقدة في العاصمة الصربية بلغراد وكان الوفد المشارك قد حضر الجلسة الختامية لكل من أعمال المجلس الحاكم 205 والجمعية العامة حيث تم انتخاب سعدة العضو جميل سلمان ممثلا للمجموعة العربية في لجنة احترام القانون الدولي الإنساني في الاتحاد البرلماني الدولي في إنجاز يعد الأول من نوعه لمملكة البحرين في عضوية هذه اللجنة كما تم خلال الجلسة ذاتها اعتماد القرارات الختامية الخاصة بحقوق الإنسان للبرلمانيين واعتماد تقارير اجتماعات اللجان المتخصصة ومن جانب آخر شارك وفد الشعبة البرلمانية في المشاورات البرلمانية حول التقرير البرلماني العالمي 2021 والمنضمة بين الاتحاد ورابطة الأمناء العامين وفي ختام اجتماعات اليوم تم اعتماد قرارات اللجان الدائمة والوثيقة الختامية للمناقشة العامة المعنية بتعزيز القانون الدولي اشتركوا في القناة